إرهاصات ومؤشرات عديدة تؤكد أن ثمة تغييراً عميقاً يحدث تدريجياً في موازين القوة بين الأطراف الفاعلة في المشهد السوري فالروس يتمددون ويقدمون أنفسهم كأوصياء على السوريين عبر اعتقالهم عدداً من عناصر جيش نظام الأسد لاتهامهم بنهب ممتلكات المواطنين بينما يبدو الدور الإيراني متراجعاً بسبب الضغوط الدولية ضد التمدد الإيراني في الشرق الأوسط ضغوط تصاعدت بعد الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران ومحاولات الإيرانيين كسب الموقف الأوروبي في مواجهة الموقف الأمريكي المتشدد في هذا الصدد وهو الأمر الذي فطن إليه الأوروبيون فراحوا يضغطون في اتجاه تقديم إيران لتنازلات فيما يخص دورها في كل من اليمن وسوريا غير أن كل ذلك لا يبدو بعيداً عن سياق صراع النفوذ الدائري على الأرض السورية بين الحليفين طهران وموسكو فبحسب تقرير لموقع ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي فأن روسيا بدورها تمارس ضغوطاً على طهران بهدف إثنائها عن المشاركة في معركة جنوب غربي سوريا التي يتم التحضير لها منذ أسابيع تعية إلى وجود قوات نظام الأسد وحدها في جنوب البلاد تحسباً لتدخل أمريكي أو صهيوني مضاد إذا شاركت إيران وبينما تحاول إيران التغلب على تلك الضغوط فأنها في الوقت نفسه لا ترغب بخسارة حليفها الروسي الذي تعتمد عليه كثيراً في مواجهة تعقيدات ملفها النووي مع أمريكا وأوروبا الأمر الذي قد يدفع طهران ربما إلى الرضوخ للضغوط وعدم المشاركة في معارك الجنوب الغربي بشكل رسمي وإن دفعت عوضاً عن ذلك بالميليشيات الأفغانية والباكستانية التابعة لها وبحسب محللين فأن إيران ربما تتحول في المستقبل القريب من لاعب مؤثر في الساحة السورية إلى ورقة لاعب يستخدمها الروس وربما نظام الأسد كذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية في مواجهة أمريكا والدول الأوروبية